توجد رئيسة الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة بوسام دايمون تيتان بإضافة إلى ظهورها في النسخة الدهبية من كتاب تيتان أوف أفريكا خلال أكبر حدث إفريقي عريق بالإمارات العربية المتحدة احتفاء بالتاريخ والثقافة الإفريقية لإطلاق الكتاب من قبل اتحاد الإمارات للشبكات الإماراتية حسب بيان للكونفيدرالية حيث يسلط هذا الكتاب في إصداره الثاني الضوء على الأفراد الموقرين الذين عملوا لتحسين مجتمعاتهم وبلدانهم في مختلف المجالات هذا وتواصل نغزة سلسلة لقاءاتها مع الشركاء العرب على غرار الأمين العام للاتحاد أو لاتحاد المهندسين الزراعيين العربة بسوريا يحيى بكور مرفوقا برئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين مونيب أوبير حيث تطرق خلال اللقاء إلى إمكانية إنشاء فدرالية اتحاد المهندسين الزراعيين بالشراكة معكم فدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية مونيب أوبير مونيب أوبير